مفوضية الاتحاد الإفريقي تقدر عالياً الدور الذي يدطلع به المغرب في مجال تعزيز الديمقراطية وفق مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديوي الذي أشاد بالجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز حكومات ديمقراطية شفافة وذات مصداقية بانكول أديوي وخلال افتتاح النسخة الثالثة للدورة التكوينية المتخصصة لملاحظي الانتخابات الأفارقة بالرباط عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا أضاف أن الاتحاد عازم كل العزم على تحقيق أهدافه وتطلعاته في مجال الدستورانية والديمقراطية الشاملة من جانبه جدد السيد بوريطا تأكيد التزام المغرب بإنجاح العمليات الانتخابية بإفريقيا وأكد أن المملكة مستعدة لمد إفريقيا بملاحظي انتخابات ذوي كفاء وقادرين على تعزيز العملية الديمقراطية في القارة الإفريقية السيد بوريطا ذكر أن 74 مشاركا من 47 بلدا إفريقيا يشاركون في هذه الدورة التكوينية لملاحظي الانتخابات الأفارقة ومنذ 2022 تاريخ انطلاق هذه الدورة التكوينية المتخصصة استفاد أزيد من 150 خبير إفريقيا من التكوين بالمغرب هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار التزام المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ الحكامة والممارسة الديمقراطية في إفريقيا من أجل قارة مستقرة وآمنة ومزدهرة